بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه يقول الله سبحانه وتعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه كل ذلك بيانا لفضيلة حج بيت الله الحرام الحج هو ركن الإسلام الأكبر شعيرة وعبادة وركن لا يشابهه ركن في أركان الإسلام وهو عبادة لا تشابهها عبادة من عبادات الإسلام فنحن نصلي في أوقات مختلفة بل إن الله لم يوجب علينا الصلاة في وقت محدد بل وسع وقت الصلاة ونصوم أيضا في أوقات مختلفة فنحن نصوم هنا في وقت ويصوم أهل أمريكا أو كندا أو غيرها من الدول في وقت آخر لكن عبادة الحج هي العبادة الوحيدة التي يجتمع فيها المسلمون جميعا في مكان واحد وفي زمان واحد يؤدون شعيرة واحدة لا فرق فيهم بين عربي وغير عربي ولا بين أسود وأبيض ولا بين الأمم جميعا لا فرق بين أحد وغيره كلهم أمام الله سبحانه وتعالى سواء يقفون في موقف واحد ويصلون في مكان واحد ويسعون في مكان واحد ويرجمون في مكان واحد ويزبحون في مكان واحد ويؤدون شعيرة واحدة فهي علامة على وحدة هذه الأمة ووحدة قبلتها ووحدة دينها يجتمعون في يوم عرفة في صعيد واحد يناجون الله جميعا يستغفرون الله جميعا يدعون الله جميعا ومن هنا تأتي مباهات رب العزة سبحانه وتعالى لملائكته بعباده كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يُباهي بِعِبَادِهِ مَلَائِكَتَهُ وَيَقُولُ يَا مَلَائِكَتِي اِنْظُرُوا إِلَى عِبَادِي آتوني شُعْثًا غُبْرًا أُشهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ وَيَقُولُ فِي حَدِيثٍ آخر يقول رب العزة سبحانه وتعالى لعباده أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له كل ذلك يبين لنا رمز الحج وأن الحج هو رمز وحدة هذه الأمة المحمدية بل إننا لو قلنا إن الحج إنما هو رمز للأمم جميعا فالله سبحانه وتعالى يبين لنا في الآيات أن إبراهيم هو الذي رفع قواعد البيت يقول ربنا سبحانه وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلِ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرينا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فنبي الله إبراهيم إنما رفع قواعد البيت الحرام بعدما اندثرت في أمم سابقة إذن فكان قبل إبراهيم هذا البيت بيتاً معموراً تحج إليه الأمم وحين سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي بيت وضع أولاً قال البيت الحرام ثم ما بعده قال المسجد الأقصى وبينهما أربعين سنة حتى قال العلماء إن من بنى البيت أولاً إنما هم الملائكة فدل ذلك على أن البيت الحرام ورمزية الحق إنما هي رمز لجمع الأمم جميعاً على عبادة الله والتسليم له والرضى به وتوحيده وطاعته سبحانه وتعالى وستظل الكعبة المحرمة هي رمز للأمم جميعاً تخلدها وتحترمها أتباع إبراهيم عليه السلام ويحج إليها المسلمون في كل عام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوحد الأمة وأن يرزقنا حج بيته الحرام أعواماً بعد أعوام وأن يرضى عنا برضاه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة